موسيقى أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكي بالسياسي كل المعطيات تشير إلى أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد والتوسيع العسكري الإسرائيلي في ظل الغارات الكثيفة والعضوان والمتواصل على المناطق اللبنانية وصولا إلى استهداف العاصمة بيروت مع تواصل التهديدات الإسرائيلية للاستعداد إلى اشتياح بري مع ما تحمله المنطقة من تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة كل تلك المواضيع وأفق المرحلة المقبلة سننقشها في حلقة اليوم مع الصحافة الأستاذ أحمد الأيوب صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم صباح النور يعني أستاذ أحمد من بعد اختيال السيد نصر الله أمين عام حزب الله لبنان دخل بمرحلة جديدة؟ أين لبنان اليوم؟ بداية لابد من الترحم على أروح الشهداء وتعزية الهائلات المنكوبة بخسارة أحبائها ولابد من إبداء كل مشاعر التعاطف الإنساني والوطني أمام هذه الكارثة التي يشهدها لبنان ولابد أيضا من الدعوة إلى التضامن إلى أقصى الحدود في إطار حماية الوحل الوطني هذا موقف جامع لكل اللبنانيين في هذه المصيبة التي أصابت البلد هذا في الموضوع الإنساني والوطني في الموضوع السياسي الذي يعني نعانيه نحن اليوم نحصد نتائج كل المرحلة السابقة من استباحة الدولة على جميع المستويات من استباحة الدولة في موضوع الحرب والسلم شاهدنا كيف غدى البلد مدمرا بفضل سياسة حزب الله وفي الفساد الداخلي ونحن نشهد عجزة دولة اللبنانية عن تأمين الحد الأدنى مما يلزم النازحين في المناطق اللبنانية هذا الحصاد المر البشع الخطر يعني مبني في الأساس على سردية حزب الله التي قامت على القوة القوة الحماية الردع نحن اليوم ماذا نواجه في الواقع القوة تحولت ضعفا والحماية تحولت تلاشيا والردع أصبح عجزا كاملا عن فعل أي مبادرة عسكرية هذا هو الواقع الذي وصلنا إليه بعد مغامرة حزب الله الأخيرة ظن الحزب أنه قياسا إلى الألفين وستة يمكنه تكرار التجربة لم يلحظ حزب الله أنه في هذه المرحلة حدثت متغيرات كبرى منها هذا التطوير المتسارع لدى العدو الإسرائيلي على المستوى التكنولوجي ومنها تورطه المشين في الحرب السورية الذي كشفه تماما أمام العدو الإسرائيلي بسبب العجرفة والكبرياء الذي مارسوه على الشعب السوري ظهر مسؤوله وقياديه الحزب وهم يحاصرون المدن السورية والبلدات السورية وتبجحوا وأصبحوا معروفين ومكشوفين وكان العدو الإسرائيلي يسجل بالصوت والصورة والبصمة وما إلى ذلك حتى راكم بنكا كبيرا من المعلومات لكن هذا لم يكن كافيا لتحقيق الاختراق الحالي لأن هذا الاختراق أيضا رافقه اختراقات على مستوى أعلى من ذلك لا يمكن فهم مثلا صفقة أجهزة النداء أن تخرج من مكتب الأمين العام للحزب وتوزع وتصل إلى إيران هذا الخط هذا الخط هو في الحرس الثوري الإيراني اختراق وفي قيادة حزب الله اختراق وإذا كان هناك تواطئ إيراني في هذا الموضوع مصيبة وإذا لم يكن أيضا مصيبة يعني في كل الحالات نحن أمام كارثة أمنية أدت إلى انكشاف آلاف الشباب اللبنانيين في حزب الله الذين خسرناهم والذين تحولوا إلى معوقين وخرجوا من الخدمة وهذه خسارة لنا كلبنانيين نحن لسنا بشامتين لما يجري ولسنا مرتاحين لما يجري أيضا ولسنا أيضا مرتاحين بل قلقين من التداعيات التي ستأتي خلال المرحلة المقبلة من تفوق العدو الإسرائيلي علينا وكل هذا كان بالإمكان تجنبه لو أن حزب الله عاد إلى الدولة وطبق القرار 1701 بناء على توافق لبناني وتفاهم لبناني ألم يكن أجدى وأفضل لحزب الله أن يتنازل أمام اللبنانيين من أن ينكسر أمام العدو الإسرائيلي هذه المعادلة التي استصعبها حزب الله في البداية أمام اللبنانيين أمام الدولة أمام نفسه لأنه كان الدولة هل يمكن لأحد أن يتصور أن حزب الله كان سيخرج من الدولة لكن أستاذ أحمد الأيوبية حضرتك يتعول بكلامك وكأن حزب الله يملك قرار نفسه هناك من يقول أن القرار بإيران خاصة بالموضوع لم يلحظ المتغيرات التي تحدث في المنطقة وكل تلك المتغيرات أساس فيها إيران كيف كان حزب الله عنده إدراء أن يغير بهذه السياسة كيف كان عنده الاستقلالية أن يأخذ قرارات مستقلة كلنا نتذكر أن سيد حسن نصر الله رحمة الله عليه كان يطلع يقول أنه نحن منأثر بالقرار الإيراني ولسنا تبعا للقرار الإيراني هذه المعادلة التي جربوا يقنعونا فيها طيب نحن أتنعنا طيب تفضلوا وشوفوا كيف تكون تخدم الأراض ولكن تلعب مصبوطة أم لا؟ مع الأسف هي مطلعة صحيحة لأنه بالنهاية القرار الإيراني بربط لبنان بجبهات المنطقة من خلال جبهة الإسناد لم يأتي فقط لأن حزب الله محرج في قضية شعاره بدعم فلسطين وبدعم حماس ولكن لأن الولي الفقه في إيران كان يريد أن يوسع دائرة نفوزه في المنطقة من خلال الدخول على القضية الفلسطينية في مرحلة حساسة ودقيقة بعد أن وضعت حماس الجميع أمام الأمر الواقع يعني حماس أخذت القرار منفردة وأعتقد أنها لو نسقت مع الحرس الثوري لفشل طفان الأقصى أن هذا المستوى من الاختراقات المخيف كان وصل إلى حماس وهناك مفارقة الآن أن قيادات حماس في غزة بالرغم من حدة الحصار عليهم لم يصل الاختراق وقدرة العدو على تصفيتهم مثل الاستهدافات في لبنان نحن أمام انهيار خيالي فيما يجري يعني التسلسل الذي وضعه العدو الإسرائيلي في الاستهداف يعني بداية في القيادات الميدانية في الجنوب نتذكر وبلشت تطلع وصولا إلى فؤاد شكر انتقلنا إلى قيادة فرقة الرضوان ثم الأمين العام طيب يعني الآن من تبقى في قيادة حزب الله أنا أتساءل كيف يفكرون هل يفكرون أن بإمكانهم المضي قدما في حرب بلا أفق أم يفكرون في كيفية الخروج من هذا المأزق والحد من الخسائر والآن السياسة الإيرانية تقول أنها لا تريد الحرب هون هون إذا بتسمح لأستاذ أحمد الأيوب يعني كان ليفت من بعد سقوط طائرة الرئيس الإيراني وانتخاب خلف لأله أصبح واضح أن هناك تغير جزري بالموضوع السياسة الخارجية الإيرانية هل ذلك سينطبق على تحول ما داخل حزب الله أم سيكمل حزب الله بنفس الطريقة اللي كان قبل يعني كأنه الرئيس الجديد جاء بعد قطع الطريق على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي يعني إبراهيم رئيسي لم يكن ليقبل بأي حل سياسي تسووي لأنه جاي من عمق ورحم الحرس الثوري الإيراني ومحافظ طبعا رئيس الحالي بزاكشيان هو خليط ما بين الدولة العميقة وما بين الإصلاحيين المنفتحين على الغرب وشفنا نحن أنه هاي السياسة كيف عبر عنا وزير الخارجي عرقجي ومستشاريه الرئيس وقال بكل بساطة الرئيس الإيراني أنه نحن مستعدين لإلقاء السلاح ولكن هل الأمريكيون مستعدين للتسوية وكذلك وصف الأمريكيين بأنهم إخوة لنا وأسقط شعار أمريكا الشيطان وهو سيعمل على رفع الوقوبات طبع ودي خد رضا أمريكي واضح بالتأكيد فالآن هل هذه السياسة الإيرانية هل يجوز أن تكون متجهة بهذا الشكل وأن يكون حزب الله متجه بعكس ذلك إلى المواجهة وإلى فتح يعني مسار من الحرب قد لا ينتهي في سنوات هذا أمر فعلا يعني يستدعي التوقف عنده هل يحتاج حزب الله الآن إلى من يساعده في النزول عن الشجرة يعني كمان سؤال هل يستطيع أصلا الحوار والوصول إلى قيادة حزب الله الآن في ظل الواقع الراهن هل هناك قدرة على التواصل مع قيادة الحزب حقيقة يعني بظل هذا الاستهداف الخطير والكبير من يستطيع أن يحاول حزب الله الآن يعني هل الرئيس بري مثلا قادر في ظل الظروف الأمنية على الوصول إلى قيادة الحزب وهل علينا أن ننتظر أن يختار الحزب خليفة للأمين العام الراحل كل هذه الأسئلة وكل هذا الواقع يستفيد منه العدو الإسرائيلي للإمعان في التدمير في الجنوب وفي قتل المزيد من القيادات من حزب الله حتى أنه يعني كأنه عم نشوف يعني في لائحة في بنك أهداف من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى يستهدفها العدو الإسرائيلي بكل راحة راح نحكي عن قدرات حزب الله أيضا ونتوسع فيها أكتر ولكن خليني بس إنقل خبر خاص بصوت لبنان مصدر أمني أكد أن إسرائيل استهدفت أماكن حفظ الأموال التابعة لحزب الله ومن ضمنها جزء كبير من الخزنات التابعة للقرد الحسن وأكد المصدر أن الحزب أمام أزمة مالية كبيرة ما لم يصله دعم سريع من إيران نعم صحيح هذا يعني جزء من تجفيف المنابع على حزب الله استهدفات للترسانة العسكرية استهدفات للقيادات صف أول صف تاني صف تاني صف تاني صف تاني صنع مشهد استهدفات لعناصر حزب الله حتى للوحدات يعني للعناصر والوحدات يعني مثلا إحنا لما بيحكوا عن رئيس الوحدة الكيميائية مثلا حتى ما حدا سيمع فيه هذا ما لازم يكون حدا بيعرفه أصلا كيف وصلوا له الإسرائيليين بهذا الشكل يعني هذا السؤال الكبير للآن الآن التحدي الأساسي عند أي قيادة في حزب الله لتجتمع وتعيد تشكيل القيادة أنها لا تستطيع أن تجتمع كانت واضحة إيران مبارح بتصريح أن الأولويات الإيرانية اليوم هي بإعادة الهيكلية لحزب الله بالدرجة الأولى وتأمين شبكة اتصالات إذا بدك جديدة هذا شبه مستحيل الآن هذا شبه مستحيل الآن هل الحزب أصبح بحالة عجز؟ بالتأكيد بالتأكيد نحن أمام حالة عجز لماذا؟ يعني البعض قارن مثلا وقال أنه متل ما اغتالت العدو الإسرائيلي اغتال الشهيد عباس الموسوي واستقنى في الحزب مسيرته كذلك الأمر الآن بعد اغتيال السيد حسن نصر الله سيستقنى في الحزب مسيرته لكن في فرق كتير كبير أنه السيد عباس الموسوي اغتيله وحيدا وبقيت مؤسسة الحزب على ما هي عليه فأنتجت قيادات وكملت لكن الآن تقريبا يعني من البيجر للردوان للأمانة العامة لأنه سيد حسن لم يغتل وحده اغتيل معه 26 من القيادة المركزية 26 26 من القيادة المركزية لماذا بعد في تكتم على عدم ذكر مين تم اغتياله معه؟ يمكن يعني عندهم خصوصية يمكن ما قدرين يحددوا لأنه اللي يجوا مش بضرورة يكونوا اللي برا عارفين مينهم وهذا الانكشاف مؤسف ومحزن أنه نحن نشوف مثلا اختفى حزب الله حزب الله اختفى حتى في انتشال جثمان الأمين العام لم يكن هناك إلا بضعة أفراد طبعا على المستوى الأمني أنا بفهم هذا الموضوع بس هذا مشهد محزن أنه نحن نوصل إلى هذا المستوى من العجز والاختفاء حزب الله مختفي الآن حزب الله موجود فقط على بعض الجبهات في الجنوب لكنه اختفى عن الواقع اختفى بالقيادة واختفى على الأرض واختفى بإدارة شؤون النازحين الآن ليس هناك من يهتم بهؤلاء الناس أبدا أين هو جيش الممرضين الذي تحدث عنه السيد حسن أين هو جيش المتطوعين أين هم هؤلاء الناس الذين يفترض أن ينتشروا في مناطق النزوح وأن يعينوا الناس ما في شيء أبدا مين كان بيته أهوى من بيت العنكبوت أوهى من بيت العنكبوت أوهى عفواً أوهى مع الأسف مع الأسف أنه الحزب بهذا الواقع الراهن طلع هو الأضعف وهو الأوهن ونحن هذا شيء من نبس الواقع يجب الاعتراف فيه هذه مسألة بعدين بموضوع السلاح مثلاً والقدرات العسكرية يعني نحن أمام أحد احتمالين الاحتمال الأول أنه يكون فيه قدرات وفيه صواريخ وإلى ما هناك وليس عادي تم استعمال ولكن ممنوع استعماله لأن الإيراني طبعاً الإيراني ساحب الصواياق يا عزيزي من الأسلحة لأن الإيراني ما بده يوسع الحرب وقال لكيف منفسر عدم الرد بالرغم من كل هذه الكوارث الموجودة يعني أكثر من اغتيال أمين العام و26 من قيادة الحزب معه وما سبق وما لحق الشيخ نبيل قووق كيف نحن نقدر نحن نفهم عدم الرد أو أنه ما في صواريخ رح تبع إيران بنفس السياسة المتبعتها رغم اغتيال السيد نصر الله وكل الإيراني يعني هي بعتقد في تهديد من قبل الجيش الإيراني اليوم قائد الجيش الإيراني بيقول دماء نصر الله ستكون أكثر عصفاً بالكيان السهيوني من نصر الله نفسه تحولوا لمسخرة مع الأسف شوفوا على التعليقات على وسائل التواصل على الموقع الرسمي لأنهم مثلا بيطلع عندك مثلا 200 وجه ضاحك مثلا على وزير الخارجي الإيراني وعلى لا يعني ما بعرف هؤلاء الناس من في صمين أكيد الرد خدعونا الأمريكان لما قالوا لنا أنه إذا ما رديته ممكن نحن ناخد مكتسبات عن المستوى السياسي طبما أنت عنه تقول أنك بعت رأس اسماعيل هنية بهذه الطريقة يعني طبعا السيز أحمد الأيوبي من هو العميل في داخل أو الذي يعني كشف إذا بدك من هم العملاء نحن أمام يعني حالة فريدة بصراحة من الاختراء لا يمكن القول أنه هناك عميل واحد لطالما السيد حسن اتهم لبنانيين بالعميلة وهو يعني المشكل أنه طريقة التعاطي اللي مارسها حزب الله مش بس سيد حسن الكل كل من عرضهم يتحول إلى عميل لكن أنا كنت دايما نقول أنه العمالة بالمئات ظهرت في البيئة الشيعية واللي كشفوا كشفتوا شعبة المعلومات والحزب نفسه على كل المستويات كان دليل وحلفاءه يعني ما بدنا ننسى مثلا عن العميل فيز جرامه غيره 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 هيدا البيئة هي التي أنتجت كل هذا الاختراق لأنه سهلت الفساد سهلت الفساد عند المسؤولين اليوم إذا بتفتش عن سروات المسؤولين في حزب الله اللي هربوه على أمريكا الجنوبية وغيره مع عائلاتهم حتكتشف أنه فيه يعني شي هائل من المال من أين لكم هذا؟ من أين؟ هذا المال كله بأيدي المسؤولين من حزب الله وسردت هيك يعني كيف تمت عملية اغتيال السيد ناصر الله وقالت أنه العميل كان إيرانيا قديش فيه اليوم شك بهذا الموضوع أو قديش هذا الموضوع يعني مقبول أو مفترض هذا الموضوع طبيعي لأنه إذا منشوف نحن حالة الاختراق عند الإيرانيين الإسرائيلي استطاع أنه يدخل على قلب طهران ويسرق الأرشيف الملف النووي الإيراني ورقيا يعني فات على مخزن الأرشيف النووي الإيراني مش عمل هاتينج يعني رفت لا 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 مش إلكترونيا حملوا ورق حملوا بالشحنات من قلب طهران الموساد وشحنوا على أذربيجان وجابوا على تل أبيب اغتيال العلماء النوويين وخاصة فخرزاد اللي هو الأب الأكبر للمشروع النووي الإيراني كيف تهم هذا الاختراق أحمدي نجاد اللي هو الرئيس الإيراني يقول أنه رئيس الاستخبارات الإيرانية عميل إسرائيلي تصريح رسمي فهذا النخر اللي موجود بالجسد الإيراني قد يكون سببه هو الانفصال الواقع بين الدولة العميقة وبين الحرس الثوري الإيراني لأن الدولة العميقة في إيران صحيح أنه هي يعني عم تماشي النظام الثورة الإسلامية الشيعية اللي موجود ولكن هؤلاء تهمهم الدولة الإيرانية نفسها وعندما وجدوا أن الحرس الثوري يقود إيران إلى الانهيار لا هناك من يقول أنه عملوا صفقة مع الأمريكيين ل يعني التنازل عن الأزرع الإيرانية في المنطقة مقابل الحفاظ على سلامة إيران الدولة نعم لكن يستطيع الإصلاحيين اليوم أو الدولة العميقة التي حضرتك تتحدث عنها يستطيع اليوم يؤثر على قرار الخامنئي رئيس جمهورية نحن نحن نعم نعم طبعا لأن الخامنئي واجهة بهذه الدولة العميقة واجهة أم أساس بالنسبة للحرس السوري والمنظومة الإسلامية ولكن بالنسبة للدولة العميقة هناك منها ما هو إسلامي ومنها ما هو قومي فارسي يعمل على سلامة الدولة الإيرانية في الأساس وهؤلاء بالرغم من أن رضيانين كانوا بالحكم الثوري لكن عندما تصل إيران إلى الهزيمة لا بدون يردعوا الذين يهزموا إيران يعني كانوا مرتاحين لما إيران كانت تربح إيران كانت تعمل صفقات مع الأمريكيين وتتوسع في المنطقة هذا أمر كم مريح لأنه في موارد وفي نفوذ وفي مصالح الآن شعرت الدولة العميقة في إيران أنه لا بلش التراجع يصير خطير على كيان إيران لذلك لا بفضل التضحية بإسماعيل هنية بفضل التضحية بحزب الله بفضل التضحية بالحسيين يعني برأيك هذا الرد لا يجي أبدا 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 يلي سرب عن حديث مع الرئيس الإيراني بأمريكا أنه ليس من مصلحة إيران صاعد ونحن مستعدون لإلقاء السلاح هذا أي سلاح هو سلاح إيران في المنطقة أي سلاح هذا هو السلاح الإيراني سلاح حزب الله والحسيين وفاطر في مين فهمه النووي أنه في حال لا هني عم يجربوا الإبقاء على المشروع النووي مقابل الأزرع يعني أنه نحن خلونا نقطع بالنووي لكن أعتقد كمان أنه هن ويعين كمان بخديعة أكبر إيران انتهت اللعبة انتهت اللعبة بمعنى أنه يمكن صعب تدارك الدولة العميقة والسلطة العميقة في إيران الموقف الآن لأنه هذا الحجر لما بده يدحرج بده يروح أدامه بقية الأحجار لذلك نحن اليوم بدك تتوقع أنه مثلا اغتيال الحوسي باليمن قيادة الحوسية توقع كمان أنه تروح على طريق الاغتيال يعني بده تخلص إسرائيل من كل الأذرع بالمنطقة من المحور طبعا وبسوريا خلينا نشوف ما يحدث بسوريا الرئيس السوري أمر بإزالة كل صور السيد حسن نصر الله من سوريا ومبارح لماذا تستهداف ماهر الأسد لا أعرف كم دقيق استهداف ماهر لكن الإجراءات السابته والواقعة والواقعية أنه أزيلت كل صور سيد حسن نصر الله من سوريا اثنين أنه تم إبلاد كل عناصر وقيرات حزب الله أنه ممنوع أن يتحركوا من دون إذن الجيش السوري إطلاقا وهذا يعني أنه تقريبا شبه إقامة جبرية لعناصر حزب الله بس كمان استيز أحمد الأيوبي هناك سؤال أنه حزب الله خسر أمينه العام ولكن لم يخسر السلاح بعد والأول الذي كان عنده حزب الله شخصية الأمين العام كان إلى دور كثير أساسي ولكن القوة هي أو التلويح بالسلاح هو الذي كان يجيب هذه القوة بعده هذا السلاح لماذا يتغير وضعه حزب الله ما هو نحن قلنا أنه فيه احتمالين إما أنه هذا السلاح معطل بقرار إيراني لا يستعمل وإما أنه هذا السلاح النوعي ليس موجود ليس موجود يعني فيه احتمال لا يكون موجود لأنه الذي نرى أنه زروة الأزمة وكل هذه الفيديو وكل وكل وإنه إذا وصلت المواجهة إلى هذه المرحلة وإلى هذه الحدود طيب ليش ما صار الرد يعني وبعدين مين بدو يقرر هلأ من جديد بالحزب أنه يستخدم هذا النوع من السلاح إذا كان موجود طيب بدنا نفترض أنه فيه هذا النوع من السلاح شو هيكون مهمته هيكون مهمته أنه يروح على قصف تل أبيب وقصف صحراء النقاب وقصف المصانع وإلى آخره طيب وبعدين لأين بدنا نوصل الإسرائيلي سبق الحزب بمئات الخطوات لم يعود هناك إمكانية للتوازن لا بالسلاح ولا بالعديد والحزب يمكن يراهن إذا فات الإسرائيلي برا يمكن أنه يواجه ويوقع فيه الخسائر مثل ما تعمل حماس بالميدان لكن ماذا لو أنه الإسرائيلي دخل من جبهة الجولان وقدر يفصل بقاع الجنوب والتف على مطقة الجنوب وحاصر الجنوب وقال لهم أنا قاعد هون وعم هلكم لأن قوة الحزب الفعلية يصبح في جبلتين على جنوب قوة الحزب الفعلية هي بجنوب مش بالبقاع يعني قصدك يفوت نجولين على البقاع من البقاع يفوت على حاصب الغربي ويفوت ويكمل وصولا إلى الشبعة وهالمناطق هاي اللي هو أصلا موجود فيها وبيعمل كماشة وبيحاصر بالبحر وخلي يكون عمال وعم بيدمر كل يوم وعم يقتل كل يوم أصلا كان واضح نتنياهو مش مستعجب فلذلك نحن وصلنا إلى أفق مسدود فيما يخص منطق القوة لدى حزب الله سواء امتلك صواريخ دقيقة أو لم يمتلك سواء باقية ترتسانة العسكرية أو لم تبقى نحن أمام واقع يجب الوقوف عنده مختلف تماما من يقرر مصير المرحلة المقبلة والمخاوف من يجعبك على هذه المخاوف هل حزب الله أم إيران هلأ هون اللي لازم يصير هي قبل حزب الله وقبل إيران أنه الحكومة اللبنانية والرئيس مئاتي يلي التصق بحزب الله التصاق كامل عليه أن يعيد بناء المسافة الفاصلة بين الدولة وبين الحزب وهذا الأمر في مصلحة للجميع لحتى اللي يكون يعني يقبضوا جد لو هو معنا هلأ بيقولك أنت وين عايش لا أبدا هلأ الحديث مختلف يعني الحديث مختلف ليش لأنه حزب الله الآن لم يعد قادرا على السيطرة لازم نفهم لم يعد قادرا على السيطرة على الحياة السياسية في البلد خلينا نسقط الوهم اللي عايشينه بعض الناس لليوم حزب الله لم يعد قادرا على فرض رائي وفرض توجهاته على أحد أبدا مش لأنه نكسر عسكريا لأنه خسر منطق السيطرة اللي كان هو معتمده لأنه نحن مش مبسوطين بهزيمته العسكرية لكن نحن كلبنانيين يجب أن نساعده في أن ينقذ نفسه من نفسه وأن ينقذ لبنان إذا سمر الأمر بهذا الشكل أولا الحكومة اللبنانية تبني المسافة الفاصلة بين الحزب وبين الدولة لا يقدر المجتمع الدولي يفاوض معها بطريقة محترمة لا يقبضوها جد اثنان الرئيس بري يفترض أعطيني أمثلة عن كيفية يعني هيد يرجع يرسم أولا يوقف الرئيس ميقاطي يقول أنه نحن مربطين بجابة غزة آلا آلا باريح كان لافي جدا باريح كان لافي جدا بحديث قال بالرغم من أن العمليات بغزة يعني شبه منتهي مفشي أنه اليوم فقت يا دولة الرئيس تقول بس هو يقول يد حزب الله في ربط الجبهة معه صحيح نحن كحكومة لبنانية ندعو إلى فصل الجبهتين جبهة لبنان عن جبهة غزة وأن نبني مفاوضات مستقلة لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية هذه هون بهذا المحل يصبح نقطة التفاوض جدية اثنين الحزب اليوم إذا يدل مستمر بهذا الشكل سيجد حاله على صدام مع كل اللبنانيين بواقع الحال إذا بدنا نجي نطبع 1701 مثل ما يقول الرئيس بريك كيف بدنا نطبع إذا لم يقبل حزب الله اليوم حزب الله ليس بمواجهة إسرائيل اليوم حزب الله إذا بده يطبع 1701 وينتشر الجيش اللبناني هل يواجه الجيش اللبناني سؤال قبل ما تفوت الجيش اللبناني في اليوم هل بحاجة حزب الله لإحاطة اليوم وطنية من الداخل نعم نحن قلنا ببداية الحديث نحن بحاجة أن حزب الله يشعر كيف بدك ترجم اليوم الخلافات أو الانكسام اللي كان بالبلد بين إذا بدك الثناء والسنة يعني كأغلبية ولم مشكل بين الشيعة أيضا أو الثناء مع الأكثرية المسيحية أيضا كيف بدك تبدأ دعني يوقف قليلا عند العلاقة أو الموقف المسيحي وننتقل للموقف السمية يجعل يخونه الموقف المسيحي لا الموقف المسيحي أنا مستغرب أن البلديات التي سيطر عليها جبران باسيل منعت النازحين الشيعة أو الجنوبيين أن يفوتوا يعني مثلا بالبترون ممنوع البترون ممنوع يجعلون ممنوع ممنوع نازحين اللبنانيين الشيعة يفوتوا عن البترون لا يوجد ولا نازح يوقف الناس على المداخل لا يجعلوا أحد يفوت جبران باسيل يعني الذي يفعل لك يحسب الله لا يفعله لحد هذا موقف يكون على الأرض كيف كيف بينما بينما بدار الأحمر محل ما معقل القوات اللبنانية نعم صحيح أفضل استقبال كان للناس على مستوى الاحتضان والكرم والمواسات والتنظيم كان من جو القوات اللبنانية اللي هو موجود وصولا إلى بشري هذا رسالة لحزب الله وطرابلوس احتضنت بكل 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 محبة وبكل انفتاح وبكل احتواء بس فيك مشاكل بأول كميون هلا منحكي عنه ولكن الاحتواء اللي قدمته طرابلوس احتواء هائل كله محبة وكله حرص على تكريم هؤلاء الضيوف الشيخ بلال بارودي أمين الفتوى في طرابلوس رفضوا ان يسميهم نازحين في خطبة الجمعة الماضية اعتبروا من اهل البلد اعتبروا ضيوف واعتبروا انه هن امينة عند اهل البلد ولكن ابدأ ملاحظات محقة لتلافي الاشكالات من ضمن عدم الظهور بالسلاح لانه بعض الاخوية اللي اجوه كانوا حاملين اسلحة فردية اتناين الاستفزاز بالشعارات وباللطنيات وبالصور والآخر هذا ليه يعني خصوصية المنطقة وخلفية الاحداث اللي صارت بلبنان والمنطقة من سبع ايار لسوريا الى اخر عم تخلي انه بمكان ما الناس عم تقبل تفصل بين الجانب الانساني وبين الجانب السياسي بس ما تدخلوا السياسة على محل مساحة النزوح ومساحة الاحتضان الوطني لانه كل اللي صار بتراوس حادث واحد بس انتشر كثير ببيروت ببيروت المشكلة اكبر ببيروت صراحة ببيروت المشكلة اكبر لانه في مين قرر انه هو بده يفوت على البيوت بالقوة من مسؤول عن هذه الارارات حقيقة لا نعرف يعني مثلا يقول لك انه شباب من حركة امال طيب ياعمي من اللي على رأس حركة امال طيب كيف تتعالج هذه المسألة لذلك تدعى نواب بيروت وحكي النائب والضاح الصادق هو الوحيد اللي حكي البقين كانوا ساكتين ما بعرش لا يعني بس انه حكي عن ضرورة معالجة هذه المسألة ضمن منطق الاحتواء الوطني لانه ما فيك تجي تعمل مشاكل وتعمل استفزاز للناس وتقول انه انا يعني في حد وبقلب هذا الموقف لحكاية الشيخ بلال بارودي حكي بكل وضوح ووجه الرسالة السنية اذا بدك الى حزب الله والى شيعة لبنان عموما انه نحن وياكم اخوة العدو عم يستهدفنا كل لاياتنا سوا بدون استثناء وانه لو لا تورط حزب الله في سوريا ما كانت وقعت الفتنة السنية الشيعية الكبرى والحقيقية وانه هاي فرصة لاعادة جمع ولمع الصف الاسلامي والوطني كثير ميح هاي من الطرف الاخر مطلوب من حزب الله مطلوب من حزب الله انه يقدر يعمل اتصال مع الرئيس نبي بري ويقول انا بطبق الارار 1701 قال الرئيس بري حتى رئيس الحكومي الجيش اللباني مستعد لطبية ارار 1701 قال الرئيس بري ولكن يبدو لما راحت الامور على التفاوض الجدي ما كان فيه تفويض بالتوقيع الفعلي والحقيقي لذلك طلع الخبر عند الرئيس ميقاطي انه وقعوا رجع لا ما وقعوا الى اخر بس مش نتنياهو لنصف المبادرة بالاساس لم يمنح حزب الله الرئيس بري والرئيس ميقاطي صلاحية التوقيع هون المشكلة لانه قال الرئيس بري هايك اوكي فيه موافقة مبدئية هلا يمكن هذا الشي صار نتيجة الوضع الامني اللي تعرضوا له وما قدروا يبلل وروا موقف الان هناك ضرورة قصوى لان تبادر القيادة الانتقالية في حزب الله سواء النائب الامين العام ولا الشيخ صفي الدين ولا هو للناس انه ان يوصلوا لقرار ان يفوضوا الحكومة اللبنانية بتطبيق 1701 هذا هو المخرج الوحيد امام المجتمع الدولي ومش اكيد انه نتنياهو بسهولة هيقبل فيه بعد ما شعر انه هو تفوق على حزب الله كل هذا التفوق وانه باستيطاعت ويكمل الحرب بتدمير كل ما هو مولود لا ممكن بسرائيل تروح لابعد طبعا لذلك يعني كل ما مر الوقت اكتر كل ما صارت الصعوبة اكبر بتطبيق 1701 اذا كمل حزب الله وما بسك عم يحكوا هلا بإلغاء الاتفاق حول الحدود البحرية طيب يعني نحن صرنا امام يعني حتى الموضوع الاتفاقية اللي حصت بموضوع الكريش ويطالبوا بإلغاء هذه الاتفاقية البحرية نحن نحن لحدود البحرية من ضمنها يعني ما هني حصلوا على كريش الاسرائيليين بفضل الاتفاق اللي وقعوا رئيس عون حول تحديد الحدود البحرية يلي يتنازل فيها عن يعني مساحات هائلة وعن حق لبنان استاذ احمد الايوبي اذا كمل حزب الله بهذه الوطيرة الى اين لبنان والحزب مشاهدينا ومسمعينا خليكن معنا فاصل ومنتابع اشتركوا في القناة